تظاهر ألاف الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وخلال مظاهراتهم رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء من يمين تنيهو على خلفية أسلوب إدارته للحرب في غزة وكذا فشله في إعادة عشرات المحتجزين من قطاع غزة تظاهرات حاشدة في إسرائيل تكتاح شوارع تل أبيب وتتجه نحو منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيهو وعلى وشك أن تخرج عن السيطرة رفضا للفساد في الداخل وإخفاقات حرب غزة الوحشية في الخارج وهز الزلزال السياسي سلطة حكومة الحرب في تل أبيب بمظاهرات احتشد فيها عشرات ألاف الإسرائيليين أمام الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد أن عزل نتنيهو مجلس الحرب تحت الضغط الشعبي والدولي وكخطوة إيجابية على طريق التوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها المحتجزون الإسرائيليون لدى الفصائد الفلسطينية في قطاع غزة وردد المتظاهرون هتافات لا لن نوافق على حكومة متهورة أنت مذنب الوصف الذي استخدمه المتظاهرون ورفعوا شعاره متهمين نتنيهو بالإخفاق الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر الماضي وتعلبوا بتغيير الحكومة الفاشلة وقفا لنزيف الدم ولوضع حد نهائي لفقدان المزيد من جنود جيش الاحتلال وشهدت المظاهرات تضام أعضاء من الكنيست داخل صفوف المعارضة مع المحتجين فيما دعت زعيمة الاحتجاج المناهل للحكومة وعالمة الفيزياء شكما بيريسلر إلى إجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية يسمح بعودة جميع المحتجزين واتهمت بيريسلر حكومة الحرب بالاستمتاع بمقتل جنود إسرائيليين وعلى مستوى المعارضة دعا رئيس حزب العمل المعارض يائير جولان إلى إجراء انتخابات مبكرة وسريعة مشددا على أن الحكومة المتهورة يجب أن تعود إلى ديارها انطلاقا من مخاوف المعارضة المتصاعدة جراء التحديات الأمنية الكبرى المتمثلة في اشتعال الجولات مع حزب الله في لبنان وأجبهة إيران الساخنة وهكذا ينطفد الشارع الإسرائيلي غضبا وصخة ضد حكومة تشهر إفلاسها ولا تزال تفتح أبواب الجحيم في المنطقة بأسرها